السلام عليكم ورحمة الله الشباب أرجو أن تكونوا بخير وبصحة جيدة زرقاء اليمامة أحكي لكم قصة رائعة واحد المثل يقال فلان أبصر من زرقاء اليمامة أو ممكن أن تسمع زرقاء اليمامة في المواضيع فما قصة هذا زرقاء اليمامة وما قصة هذا المثل مثلا فلان أبصر من زرقاء اليمامة قصة رائعة في عبرة كانت زرقاء اليمامة وما زالت من بين الشخصيات العربية المشهورة وتمثلت شعرتها في نظرها الثاقب والقدرة على إبصر أي شيء من على بعد أميال كانوا يقصوا القدرة التي عندها في الإبصار أنها تشوف الأشخاص من على بعد ثلاثة ديال أيام ديال السيل وهي واحدة الخاصية التي ليس طبيعية أنها تكون عند إنسان فلذلك أصبح يضرب بها المثل في قوات البصر فيقال فلان أبصر من زرقاء اليمامة أي للإشارة يعني إلى قوة وحدة بصر الشخص المشهر إليه فأهل القرية القرية ديالها والبلدة ديالها اسمتها جديس كانوا يعلمون بشأنها منذ الصغر والأطفال كانوا يلعبوا معها وكيمشون الدار يقولوا الوالد يومها والديرها زرقاء اليمامة أرى ما عندها شي خاصية اللي ما عندناش أرى كنت تخبو لها على بعد واحد المسافة معين وكتشوفنا أرى كتشوف شي أمور لبعاد حنا ما كنا قدروش نشوفهم فضارتي الأخبار وبين يعني الأهل وبين الأصار ثم انتشر الخبر في البلدة وانتشر إلى البلدان المجاورة وانتشر خبر زرقاء اليمامة في القرى المجاورة وبين بلدان العرب فشكبرات زرقاء اليمامة والأولى أنه يستفد من زرقاء اليمامة والقرية ديها والبلدة ديها اللي هي جديس فكانوا يستثمرونها أو يستغلونها عفواً وداروا ليها واحد البلاصة في واحد القمة دي الجبل كانت كتحدرهم من أي عدوين محتمل في كل يوم عندها واحد ساعة كتنوض يعني القمة دي الجبل كتشون قدام هاو اللور اليمين اليسار بشوف يك ما هاجم عليهم شي آآ شي جيش وأكيد في كل مرة كينتاصروا يعني كينتاصر الجيش ديال البلدة ديالهم اللي هي جديس في أي حرب في أي غزوة كتقام على الأراضي ديالهم والسير هو زرقاء اليمامة لأنهم كانت كتحدرهم قبل وصول الجيش وهما كيباغتوه في الطريق وكيقضيوا عليه وفي يومين من الأيام بغض واحد القارية مجاورة لهم واحد البلدة أنها تعجم عليهم وتاخد طأر ديالها تنتاقم حي تشف آخر مرة خسرات وجاء واحد القائد ديالهم بواحد فكرة رائعة قال ليهم الجنود خصهم ياخدوا الأسلحة وفي نفس الوقت كل واحد ياخد معه واحد لغوصن ديال الشوزار كبير فقالوا له لماذا قال ليهم باش ما تقدر ستميز بيننا وبين الأشوزار وأكيد فاش غتشوف غيش الشوزار جاي غيقول له غتقول الأهل ديالها والقرية ديالها كنشوف واحد الجيش ديال الأشوزار غادي لكم أقولوا يا انتي صفيت ستيت انتي حماقيت وهذا ما فعله القائد بالجيش كل جندي يحمل سلاحه ويحمل واحد الغوصن كبير ديال الشجرة وصلت ساعة ديال زرق على اليمامة وصعدت إلى القمة فلمحت جيشا كبيرا من الشجر يتحرك فقالت لي القوم يا قوم إني أرى الشجرة قد أقبل إليكم قالوا أش أعود أش قد قولي يا قوم إني أرى الشجرة قد أقبل إليكم فقهلوا لها صافي السلام عليكم لقد خرفتي ورق عقلك صافي وذهب بصرك صافي جنينتي ما بقى ميت تقال ما ليه قلنا لك عودة عودت نفس الحاجة كنت قولي نرى الجيش ديال الشجرة غادل عندنا صافي السلام عليك ما بقى ميت تقال انتي ما بقيت يعني أحلا للثقة وصافي وليتي مجنونة حماقتي فسهزأوا بها وكذبوها فاستغرب القوم من قدوم جيش من الشجر ولكنها مسكينة ما فقدتش الأمال قد تقول لهم ناس الغدراء وهبطات والتي تقول أبيات شعرية لعلهم يعني يفهموش نوقع والتي تقول ديك الليلة كاملة وهي تقول أقسم بالله لقد دب الشجر أو حميرين حمير هي واحدة قبيلة مجاورة لهم كانت معروفة بالصيطة ديالها والقوة ديالها أو حميرين قد أخذت شيئا يجر خدوا خدوا وحيد لكم يا قوم ينفعكم فليس ما قد أرى من أمر يحتقر إني أرى شجرا من خلفها بشر لأمر اجتمع له الإنس والشجر تقولها وهمك يستهزقوا بها صافي انتي السلام عليكم انتي ساليتي فنام القوم فباغثهم الجيش في الصباح دخل عليهم الجيش وحاصروهم وقضوا على الأقوياء ديالهم الكبار ديالهم القادة ديالهم قتلوا كل شيء فأمر القائد الجيش أن لا يقتلوا زرق اليمامة إذا لم تقتلوا هاش خليوا سننتقموا من هاشر انتقام فهاش استولوا على كل شيء وقتلوا كل شيء وقتلهم الغنائم وبدوا تجمعوا كاملين الجيش باش يحتفل على هذا الانتصار هذا اللي كانوا ينتظروا سنين كل من ركيف شلوا لأنه زرق اليمامة تكتشفهم من على بعد فأتوا بزرق اليمامة لكي ينتقموا منها فانتقم منها القائد بنفسه علقها فاقتلع عينيها من وجهها حيد لها العيني أمام الملأه ومفرحاني لأنهم حقوا واحد لأن صليه وكبير فلاحظ القائد أثناء اقتلال عينا كروج واحد المادة سوداء من عينيها فاحتار منه لما يرى وخلى زرق اليمامة لم يقتلها ولكن اقتلع عينيها وخلى زرق اليمامة قال لها ما سر تلك المادة السوداء فقالت له كنت كتاحل بواحد الحجر اسمته الاثمد منذ الصغار واه اعتقده من أن السر وراء الشدة دي البصر ديلها والقدرة اللي عندها السر ديلها هو دك الاثمد ولكن طبيعة الحال لا وإنما طاطات هذه القدرة على الإبصار وطاطات هذه الصفة اللي ما كانتش عند أقران ديلها وما كانتش عند حتى شيء واحد في الزمن ديلها وحتى حاليا وانتهت القصة وبقي المثل يقال لهو فلان أبصر من زرق اليمامة أي أنه يمتلك بصرا قويا وحادا وعنده الحدة عن نظر ديله وإنه يبقى ويمكنك ترون وإنه يحب أنه يدخل وإنه يدخل وإنه يدخل فلانه يدخل أبصر من يعني زرق أمامة نتمنى أن تكونوا استفدوه ونتمنى أنكم ترددون في الحياة اليومية وإنه يدخل وإنه يدخل يدخل